السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله امام الكاميرون واقصاؤها على ابواب المنديال في قطر لم تتخل الجزائر عن المشاركة في بطوله العلم القطري وزعم خطأ اناخطاء التحكم التي ارتكبها بكاري قسمة وندد بها بقوة لمدة خمسة عشر يوما من قبل المعسكر الجزائري اقولها اليوم بدون خوف هؤلاء الحكام لا يحترمون بلادنا اشتكى المدرب الجزائري جمالي بلا ماضي على الفور انهم يأتون الى هنا ويرون عملنا ولا يحترموننا واضاف شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد المستقيل ان التحكم كان فضيحة قبل الاعلان عن رفع استئناف امام الففا لاعادة المباراة بسبب اخطاء في التحكم من قبل بكاري غاسامة والقادة الجزائريون ليسوا وحدهم من حشد ولم يتوقف المشاجعون لمدة خمسة عشر يوما عن المطالبة باعادة المباراة مثل مباراة السنوال افريقيا عام 2016 حشد يتم التعبير عنه في الوقت الحالي بشكل ساسي على الشبكات الاجتماعية لكن يوم الخميس تجمع العديد من انصار الثعالبا خارج مقرون الففا للتعبير عن غضبهم يمكن قراءة العدالة والنزاهة للففا على لافتات المتظاهرين وكان هذا قبل اسبوع من نظر الففا في الاستئناف المقدم من الاتحاد الجزائري